إخوتي وأخواتي المسيح أثبت سلطانه سواء في تعاليمه سواء في معجزاته سواء على الطبيعة سواء على الشياطين سواء على الموت سواء في حياته الذاتية سواء من خلال أنه خول هذا السلطان إلى التلاميذ وإلى أتباعه فلا يوجد أي إنسان كامل إلا يسوع المسيح بشهادة الجميع فمن تتبع اليوم شخص لا يستطيع أن يتنبأ لا يستطيع أن يعرف شخص يموت المسيح مات ولكنه قام هزم الموت شخص لم يتردد شخص قادر أنه يغفر الخطايا ووعد بالحياة الأبدية في الحاضر هل في أي شخص في هذا الوجود عنده السلطان أن يعطي الوعد في الحياة الأبدية زي ما ذكر أخوين الضال فعلا الله عم بيتمهل علينا مش عاوز يهلك أي إنسان لأنه عاوزك اليوم أنك تتيجي للمسيح أن المشكلة الكبرى هي مشكلة الخطيئة إذ الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد لا بأعمال في بر عملناها نحن لا أعمال صالحة ولا أي شيء تقدر أن ترد الله فالخلاص هو مبادرة من الله ولكن المشكلة الخطيئة لكن علاجها كان في صليب وموت يسوع وقيامته من الأموات المسيح حي شو رأيك تدعوه الآن إلى قلبك تستطيع أن تقول له ارحمني يا رب أنا الخاطئ صليها ممكن تصليها قل له يا رب أشكرك لأنك مت على الصليب من أجل خطيئي صليها ما تستحي له أشكرك لأنك قمت من الأموات لأجل تبريري قمت حتى تعطيني حياة أبديا قل له يا رب سامحني طهرني من كل إثم اغسلني بدمك الكريم قبلني يا رب لمجد اسمك أنت وعدت بالحياء الأبدية وعدت بضمان الحياء الأبدية سؤالة الرب اللي كتب الأسماء في سفر الحياة هل تريد اسمك يكون اليوم مكتوب في سفر الحياة فيك على الصفحة تقول هذه العبارة أريد أنه اسمي يكون مكتوب في سفر الحياة حكيها بلغتك الخاصة بكلماتك الخاصة اكتب اسمي يا رب في سفر الحياة الرب له سلطان لأنه وعد قال من يقبل إلي لا أخرجه خارجا ولا يقدر أحد أن يخطفها من يدي اسمع وعد المسيح الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة هل في وعد أكتر من هيك؟ إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوم إذا أنت صليت هاي الصلاة فيك تكتب بس عبارة قل له يا رب ارحمني أو أنا صليت أو اكتب اسمي في سفر الحياة وبأكد لك فريق كامل عنا اللي بتابع واللي بحبوك واللي بصلوا من أجلك وإحنا رح نصلي من أجلك الرب يثبتك ويحافظ عليك ويحميك وتكون سبب بركة لكل عائلتك وبيتك أيضا بصلي إنه هذا اليوم يكون يوم تاريخي ما في حد عنده السلطان يخفر الخطيئة أوعك ينضحك عليك إلا من خلال يسوع المسيح أنا بصلي اليوم إنك انت قبلته رب لحياتك وقبلته مخلص شخصي على حياتك وإنه الرب اليوم أصبح ملك سيد ورب على حياتك وإذا محتاج لمساعدة روحية وإذا عندك أي سؤال من فضلك اتواصل معنا اكتب لنا حتى نتواصل معك بصلي إنه هذا اليوم إنك أخذت وقبلت الرب يسوع والرب يباركك ويحميك إلى اللقاء والرب معك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة